أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعاً بدنا نحكي اليوم عن عطارد كوكب عطارد اللي بدو ينتقل من العقرب بدو ينتقل للقوس يوم 24 نوبمبر رح ينتقل الساعة 33 دقيقة عصراً ورح يستمر قرابة الثلاث أسابيع يعني إلى يوم 13-12 في برج القوس بس بعدين بنتقل في ساعات المساء إلى يعني الساعة 51 دقيقة بتوقيت جرينيتش لمرج الجدي طيب بالنسبة لكوكب عطارد هو المسؤول بتأثيره على القدرة الفكرية ونقل أفكارنا للغير تقوية الذاكرة الامتحانات الاتصالات المواصلات كل إشي كل إشي العلاقة بالفكر العلاقة بالامتحانات بالطاقة الفكرية بالسيارات بالتواصل أي إشي بالاتصالات والمواصلات من طبيعته من صفاته بعطيه حب الفضول العفوية قوة الاتصال التعبير قدرتنا على التعبير عشق الحرية قوة التفكير تحليل الأمور كثرة الحركة ولكن بالمقابل سلبيته إنها بتعطينا العصبية فبتكون تنتبهوا من عصبيتكم وخصوصا إنه هو رح يكون بالقوس فمن كثر النشاط اللي بكون موجود ممكن إنه عصبية تكون زيادة أو أو حامية بمعنى آخر طيب خلينا نروح على الخارطة الفلكية نتفرج هنا نشوف إيش وضع عطارد رح يكون بالفترات اللي إحنا حكينا عنها من يجي منفتح البرنامج منطلع هنا هاي كوكب عطارد عشان إيش نركز مظبوط هاي عطارد شايفينه هاي هنا على الخارطة طيب نيجي نمشي أساس إنه ندخل عطارد هاي هيك عطارد صار بالقوس فبما إنه دخل على القوس معناته هو بده يبلش يشكل زوايا بدنا نشوف أول إشي هو البرنامج بقولك إنه هو في وباله دخل على الوبال فلكيا هو اسمه وبال ماشي يعني ما جبناش إشي من بره ما بدناش نغير إشي هو وباله وباله يعني طاقته نازلة بما إنه طاقته نازلة هل فعليا هو طاقته نازلة هل هو إيجابي أو سلبي بوجوده بالقوس رح نأخذ إيجابيته ولا سلبيته خلينا نشوف طبعا هو بيجو بفتح البرنامج هيك فبيجي بقولك إنه هاي عطارد عطارد في الوبال فنسبة الحظوظ ببلش البرنامج يوزعها بعطي إنه في درجة رح يكون محترق فيها اللي هي درجة ثمانية وثلاثين لما يدخل اقترانه مع الشمس فهي النقطة الأساسية اللي لازم تنتبهونها شو يعني محترق هل محترق أنا بأخذ فيها أنا ما بأخذ فيها تلقائيا يعني أنا بعتبرها زاوية اقتران وما بأخذ في هذا الموضوع طيب من يجي أول إشي على أول زاوية اللي هي يوم تسعة وعشرين أحداش اللي هي زاوية الاحتراق اللي حكي عنها البرنامج اللي هي بين تسعة وعشرين وبين ثلاثين هايها زاوية ثمانية على درجة ثمانية هايها هيك يعني إنه الشمس أجت قدام العطارد فهيك احترق نور عطارد بنور الشمس ففقد كل طاقته لا إيجابي ولا سلبي وهذا كلام فارغ هذا لناس حفظين مش فاهمين أول إشي هاي زاوية اقتران زاوية اقتران رح تصدف في نفس اليوم أنه في زاوية تسديس رح تتشكل تبقى تأثيراتها موجودة ما بين الشمس وعطارد وزحل وما بينهم وما بين القمر يعني طاقة حلوة رح تكون موجودة للكوكبين وبما أنها زاوية اقتران فهي زاوية إيجابية وينما أجت بين الكوكبين فعند حدوث هذا الاتصال بتعزز قدرتنا أو قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة تعذر علينا فهمها بالفترات الماضية وبيزيد التوجه عندنا لإجراء الاتصالات والتنقلات والسفريات الضرورية يعني زاوية إيجابية مش زاوية سلبية طيب الضاوية اللي بعديها اللي هي مشكلة حاليا يعني هي مع زحل بتتشكل فبدنا نشوف إحنا منمشي يوم عشان نوصل لها هايها الضاوية بين زحل وبين الشمس وبين عطارد هاي زاوية إيجابية بتستمر هي من يوم 28-11 بتبدأ وبتستمر لغاية 1-12 يعني هي 30-11 أوجها وهاي بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور يعني طاقتها برضو إيجابية في زاوية اللي هي زاوية عطارد مع نبتون اللي هي يوم 7-12 أيها فبنيجي هاي نبتون هاي زاوية تربيع سلبية بين نبتون وبين عطارد فعشان هيك هاي الزاوية إحنا عطارد نبتون زاوية سلبية طيب هاي بتخلي في نوع من أنواع الصعوبات في معرفة مشاعر الآخرين عشان هيك ممكن ينضحك علينا أو ينتصب علينا بيصعب علينا التعامل معهم بيخلي نوع التواصل أو الحوار ما بيننا وبين بعض الأشخاص ما يمشي بشكل سلس طبعا احفظوا التاريخ اللي هو من يوم 6-12 ليوم 8-12 فهاي ممكن شوية تعمل سوء تفاهم عدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية ممكن نرتكب أخطاء في أحكامنا ممكن تعرضنا لخيبات أمل فعشان هيك برضو بتكون تنتبهوا من هاي النقاط يوم 11-12 في زاوية اللي راح تتشكل هي تزديس بين عطارد وبين المشتري وهاي بالنسبة اللوم 2 راح تكون ممتازة جدا زاوية التزديس تعطيها قوة إيجابية هاي لها علاقة على نتشجع لممارسة نشاطات بتتضمن تحدي فكري وكمان هذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والتنقلات والتواصل مع المحيط يعني بمعنى آخر بتعطينا قدرة عالية جدا على انه نقدر نوصل افكارنا بشكل جيد هاي هي كل زوايا اللي بده تصير ما بين 24-11 لغاية 13-12 اللي هي وجود العطارد في برج القوس نرجع على الشاشة هاي عشان نشرح حساه ايش التأثيرات اللي بدها تصير وايش عطارد بده يعمل خلال الفترة اللي هي ما بين 24-11 و13-12 بيشعروا موليد القوس بقوة الفكر والقدرة الجيدة على الادراك للامور وبتزداد رغبتهم في الدراسة والمطالعة وجراء الاتصالات او القيام بالسفريات الضرورية بتكون عندهم القدرة على اقناع الآخرين بوجهة نظرهم بيستفيد معهم مواريد الابراج النارية الحمل الاسد الهوائية الجوزاء الميزان قدروا كل شخص تواجد عنده كوكب عطارد ساعة ولادته في برج القوس بالنسبة لتأثيرات عطارد لما يكون بالقوس على الابراج ككل رح احكي برج واحكي طالع يعني بحكي الحمل يعني برج وطالع الحمل عشان اذا نسيت ما حدش يجي يقولي مثلا في برج كذا انت ما حكيتش الطالع هو نفس الشيء برج او طالع بالنسبة لموليد برج الحمل بينشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبيستفيدوا التجار في عمليات الاستراد والتصدير هاي فترة مناسبة للسفر والدراسات العليا وربط العلاقات مع الاجانب او تعامل مع الغرباء فهي ممتازة جدا لكل الامور اللي ذكرناها حتى السفر البعيد او الهجرة او تقديم طلبات لا فيزا او امور هاي بالنسبة لموليد برج الثورة بينصب افكارهم حول الامور المالية المشتركة عشان يدخلوا نوع من التحسين عليها يا اما قروض يا اما ميراث يا اما امور الها علاقة بضريبة بتأمين وممكن بالفترة هاي من كثرة الطاقة ما تكون عالية تجدوا حلول سريعة للتخلص من الديون او النفقات المالية بالنسبة لموليد برج الجوزاء واللي طالعهم جوزاء بيميلوا لتبادل الافكار والاراء مع الشركاء ان كانوا شركاء عمل او شركاء عاطفة وبتكون علاقاتكم مع زوجاتكم او مع ازواجكم شراكة مرضية بيطبعها نوع من العطف والمودة وهي فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات لصالحك بالنسبة لموليد برج السرطان افكارهم بتفيدهم في التعامل مع زملاء العمل بيصبح عملهم ممتع وبتزيد حيويتهم وبتزيد صحتهم بالنسبة لموليد برج الأسد واللي طالعهم أسد ابتزداد نشاطاتهم الأدبية وحث أولادهم على الدراسة هاي فترة ممتازة جداً ممكن انه من خلالها تعرف لقاءات ممتعة وبكون لها أثر طيب على حياتك العاطفية وبتقضي أوقات ممتعة وهي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري أو أدبي أو هواي معين مثلاً بالنسبة لموليد برج العذراء بتنصب أفكارهم حول الأمور العقارية وعندهم قدرة على إقناع أفراد العائلة بوجهة نظرهم ممكن تسمع خبر مفرح بخصوص عائلتك وهي فترة مناسبة لتغيير محل الإقامة أو القيام بمشاريع بتتعلق بمنزلك بالنسبة لموليد برج الميزان واللي طالعهم ميزان بينشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات لمسافات قصيرة وبتنصب أفكارهم على أمور الدراسة أو المطالعة أو خصوصاً طلاب المدارس بيستفيدوا بشكل جيد ممكن يهتموا بشراء أجهزة إلكترونية أو شراء سيارة مثلاً أو استبدال سيارة هاي فترة مهمة لسعادة عطارد للقيام بأسفار والدراسة والعمل المشاركة في لقاءات أو ندوات فكرية أو أخذ دورات جديدة بالنسبة لموليد برج العقرب واللي طالعهم عقرب بتنصب أفكارهم حول أفضل طرق لكسب المال ممكن يسمعوا خبر سار بخصوص عملهم ممكن يحصلوا على أرباح سريعة ومفيدة بالنسبة لهم هاي فترة مناسبة برضو للمعاملات التجارية بالنسبة لموليد برج القوس بيستمتعوا وبيتمتعوا بقوة الفكر والإدراك الجيد وسرعة البديهة وقدرتهم على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم بيتمكنوا من إنجاز بعض أعمالهم المهمة وبيجدوا سهولة في متابعة دراستهم بالنسبة لموليد برج الجدي بينجذبوا لمواضيع غامضة في الحياة أكثر من الفترة السابقة اللي هي الأمور الغيبية أو مواضيع قديمة أو تاريخ أو أشياء من هذا النوع وبيحاولوا أنهم يفهموها أو يدركوها بيجدوا حلول للتخلص من مشاكل وصعوبات كانت تعيقهم بالفترة الماضية بالنسبة لموليد برج الدلو بيميلوا لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء ممكن يتعرفوا على أصدقاء جدد أو يتلقوا أخبار سارة من أصدقاء بيقيموا بعيد أو يقوموا بمشاريع أو لقاءات فكرية مع أصدقاهم بالنسبة لموليد برج الحوت أفكارهم بتفيدهم في مجال العمل ممكن يسمعوا خبر جيد بخصوص وضعيتهم المادية أو وضعهم المادي وهذه فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص ذون وفوذ طبعا هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم عن انتقال العطارد بتمنى أني أكون أنا يعني شملتها بكل المواضيع يعني أعطيتكم كل زبدة التوقع تبعها بتمنى أني أكون وصلت الرسالة وفي النهاية احنا نتوقع ما بنتنبأ والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء